اشتركوا في القناة وابت وزارة الكهرباء من قبل المتظاهرين المطالبين بحقوقهما اللجنة المالية قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل البت في الطعون لن يؤدي إلى تعطيل العمل في بنود الموازنة بشكل كامل عضو اللجنة المالية فيصل حسين سيتم تعطيل الفقرات التي اعترضت عليها الحكومة فقط لحين البت في القضية من قبل المحكمة الاتحادية الحكومة حذفت بعض الاعتراضات التي قدمتها للمحكمة الاتحادية وبقيت امور بسيطة ليست بذات الاهمية الكبيرة ان اقرار موازنة 2022 خلال الدورة البرلمانية الحالية من غير الممكن الا بحالة واحدة وهي تأجيل الانتخابات حيث سيكون هناك وقت كاف لإقرارها اخواني احب انوه الموضوع مهم بخصوص الطعن من مصادر مقربة قضاة محكمة الطعن هم مع مطالب الخريجين المطالبين بحقوقهم بالتعيين بس اكو ضغوطات من جهات مرد التنويه عنها وجميعكم يعلم بان المحكمة الاتحادية اجلت الجلسة للمرة الثالثة للبت باحكام الطعن وان شاء الله يحسم الموضوع نهائيا الاسبوع القادم والكل وياكم والله وليو التوفيق شاهد كيف تهاني المحاضرة التربوية لا يصدق العقل ان يصل بنا الحال الى هذه الدرجة من السفالة وقلة الاحترام لمن خدم الوطن بالمجانة وزارة التربية العام الدراسي المقبل سيكون حضوريا اذا تفاعلت معنا العوائل والملاكات التربوية من خلال اخذ اللقاحات مستعدون لبدء العام الدراسي حضوريا سنتخذ الاجراءات القانونية للملاكات في حال عدم اخذ التطعيم مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي وزارة الدفاع وزارة النفط توجه الشركات التابعة لها والدوائر بتزويدها بمحاضر تثبيت العقود ممن مضى على تعاقدهم خمسة سنوات مع تأييد توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي ليتم تثبيتهما النزاهة تكشف عن عدد المسؤولين الكبار المتهمين في القضايا الجزائية التي حققت فيها عام 2020 شملت 63 وزيرا ومن بدرجتهم هو 449 من ذوي الدرجات الخاصة اللجنة المالية النيابية سنقوم بتفعيل ملف تثبيت العقود ممن تبلغ خدمته خمسة سنوات فأكثر وزير التخطيط الجامعات الحكومية لم تعد قادرة على استيعاب المتخرجين من الدراسة الاعدادية وزير التخطيط لدينا خطة للنهوض بواقع التعليم الجامعي الأهلي